الإحصاءات وهذه لا تقل أهمية بل هي أهم من الاستبانات الإحصائية هي عبارة عن حصر شمولي لجميع حالات الطلاق الموجودة الآن للأسباب الموجودة في جميع حالات الطلاق وليس من خلال عينات الآن الدراسات تقوم على عينات يقوم بها مركز إرشاد أسري أو طالب أو ناشط أو ما شابه لا الآن سوف تكون من خلال محكمة الأحوال الشخصية فبمجرد أن يستلم الزوج أو الزوجة وثيقة الطلاق ترسل له استمارة إلكترونية يوجد فيها الأسباب المتوقعة للطلاق فيقوم بتعبياته ثم يتم فرزها إلكترونيا ثم بعد ذلك ترحل إلى الاستبانة من أجل أن يتفاد الأزواج الجدد الأسباب التي أدت إلى طلاق أولئك المطلقين هذه عملية ربط بين المتزوجين وبين المطلقين وبين المتزوجين